اشتركوا في القناة كل فكرة من الأفكار الأربعين سواء من الأفراد أو المجموعات اللجنة التي سيقدمون عروضهم أمامها لمدة ثلاث دقائق وذلك من خلال القرعة التي تم إجراؤها لذلك وأسفرت عملية تقييم العروض عن اختيار 12 فكرة للمرحلة المقبلة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة والتي سيتم فيها عرض الأفكار على لجنة من الوزراء ليتم اختيار المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية حيث تم اختيار الأفكار التالية الفكرة الأولى المنصة الوطنية للتبرع بالدم حياة بلاس المقدمة من مهند سليمان النعيمي من وزارة شؤون الإعلام الفكرة الثانية الإدارة الذكية للمخلفات المقدمة من أحمد عصام الجناحي من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودان عبدالله البعركي من معهد الإدارة العامة وخالد سلمان الشيخ من جهاز المساحة والتسجيل العقاري الفكرة الثالثة تطبيق الهوية الافتراضية اي هوية المقدمة من محمد خالد الشيشاني وأحمد عماد الدين السيد من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الفكرة الرابعة تطبيق بلدنا بلدكم المقدمة من أيمن علي الفردان من وزارة شؤون الإعلام الفكرة الخامسة فريق التواصل الحكومي المقدمة من سلمان حسن الجلاهمة من وزارة الخارجية الفكرة السادسة مسعف في كل بيت المقدمة من كوثر فؤاد سلمان وناديا جاسم أبو إدريس من وزارة الصحة الفكرة السابعة المسئولية الممتدة للمنتج في إدارة المخلفات البلاستيكية المقدمة من محمد مكي أمان من المجلس الأعلى للبيئة الفكرة الثامنة منصة القنصليات الافتراضية لمملكة البحرين في الخارج المقدمة من عبد العزيز العميري وجاسم محمد جناحي ومحمد سلمان شبر من وزارة الخارجية الفكرة التاسعة منصة التدريب الإلكترونية الوطنية المقدمة من هاشم باقر العلوي من مجلس الشورى الفكرة العاشرة مشروع توسعة خدمات الصحة النفسية في المجتمع المقدمة من بثينا حميد العصفور والدكتور علي حسين السلمان من مستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة الفكرة الحادية عشرة التأمين الإلزامي للطاقم الطبي ضد الأخطاء الطبية المقدمة من فيصل عيسى حمد من جامعة البحرين ومحمد علي القشار من وزارة الداخلية الفكرة الثانية عشرة برنامج تمليك المقدمة من السيد محمود عدنان لبلادي من تمكين وتأتي مسابقة الابتكار الحكومي فكرة دعما للتميز في الخدمة الحكومية بما يحقق تطلعات المواطنين عبر تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لرفع جودة وكفاءة العمل الحكومي وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج الحكومة 2019-2022